السلام عليكم أخوتي أتمنى أن تكونوا بألف خيار في هذا الفيديو سأقوم بتصريحات وليد الرقراغي والذي يجاوب فعله كثيرا المهمة بحل كلامه على الحمد لله وصفيان الرحيمي والمنتخب المغربي في الصيفة عامة ندخلوا في الموضوع وعندما نطول عليكم والبداية ستكون مع صفيان الرحيمي والذي قال عليه أنه جلم عسكر وكان الوزن دياله زيد وطلب منه يطور المستوى دياله وإلا سوف يغيب على المونديان وكذلك قال أنه أعطاه فرصة في الوزن ديال اللي كانت أمام مدغشقار وما قنعوش وهذا الشي يدل على أنه لم تحمس اللاعب يعني صعيب ينادي عليه أما فيما يخص عبد الرزاق حمد الله في الرقراغي قال أنه سبب عدم استدعائه إلى معسكر إسبانيا هو أنه كان موقوفا لمدة أربعة أشهر وهذا الموضوع نقشناه في فيديوهات سابق وزاد الرقراغي قال أنه من بعد ما تمتح لايق الإيقاف للعبد الرزاق حمد الله معجبوش في المباراة اللي لعبه وهذا كان سبب عدم استدعاء اللاعب وكذلك قال والد الرقراغي لماذا خلقته هذه الضجة كاملة على حمد الله ما هو الذي سيحل المشكلة المنتخب ولكن أهم النقاط التي جاءت في الهضرة الوالد الرقراغي من الذي يهضر على الحمد الله هي هي من الذي قال أن الحمد الله مهاجم يتواجد في منطقة العمليات ولا يقوم بمجهود مهاري فقط يتوصل بالكرة ويسجل وكذلك أضاف والد الرقراغي لدينا مجموعة أبانت في الوديتين أمام تشيلي والباراقواي على مستوى جيد وإلى أن الاختيار اللاعبين سيكون مبني على التوازن الفريق والذي وصفه هو بالنضيباط والجاهزية وعلى شكون يستطيع التعايش مع المجموعة ولم يدير المشاكل المنتخب المغرب وهنا بطريقة غير مباشرة يهضر على السلبيات الحمد الله من الذين يذكرون المضيباط والتعايش كان خلص من كلام المدرب أنه مقتنعش بحمد الله وليه هو ما يشوف أنه خاص ومهاجم هداف كي تسنى الكرة توصله ويماركيها قال لي هو خاصه مهاجم يكون دمار ويتقن الأدوار الدفاعية بمعنى يكون يعاون الدفاع ويكون يدير بريسينغ في حالة ضياع الكرة بحال السايل الذي كان يلعب به مدرب دي دي شان مع فرنسا في كأس العالم 2018 وكذلك طريقة غوارديولا الذي كان عنده بحالة النهج طاكتيكي دي كل شي ماركي ولكن هذا الأسلوب لم يستطيع حقق به دوري أبطال أوروبا بيونسليغ ولكن لاحظنا أنه غير الأسلوب بعدما تعقدت السيتي مع المهاجم هالند وعندما نرى المهاجم صاريح ومهاجم قنص أعرف هذه الشبكة وأنا من وجهة النظر لي بطبيعة الحال تستطيع التعافق معي تستطيع الفرق التي تقدم أداء جيد لديها مهاجم صاريح وذلك تحليل الوديتين من المنتخب المغريبي أمام تيلي والباراقواي سنتظر أن المنتخب المغريبي خاصه مهاجم صاريح الذي يعرف غير الشبكة ويروض الكرة وسط مربع العمليات ونا نرى أن نطالب مهاجم صاريح قبل أن يأتي والد من الفق سلت في قصناه في قص أفريقيا الذي يفاتش بحيث يقول لنا أن نتسنى وضاهر يماركي لنا وراهي لك أننا سيذهب لكي ندافع ونتسنى وأخطاء الخصم فهذا بحدات وخطأ ونحن كمنتخب لم ينقصنا على المنتخبات الكبرى لدينا لاعبين في خط وسط هجومي من الطيراز الرافع لدينا الأجنيحة من هدروش عليها وهذا سيجعلك توقف ندا لند مع أي منتخب ولمنتخب المغريبي لا يوجده مع السيمات الدفاعية لا ينقصنا على المساعدة إذا دعنا الخصم لنا نتحكم في الكرة فهنا سنكون أكثر استقبالا للأهداف ولمنتخب المغريبي يدافع منه يكون هاجم وأول وسيلة للدفاع هي الهجوم ونحن لدينا اللاعبين الذين يتقنوا يضعوا التمريرات الحاسمة بحال حاكم زياش وصفيان بوفل خصهم غير ذلك اللاعب الذي لا يضيع المجهود الفارع ولا يضيع هذا الأسيست ذلك اللاعب الذي يقوم بالدور الأساسي وهو يسجل حيث الدور المهاجم هو التمركز داخل منطقة الجزاء واستقبال الكورات ويسجل منها بأسهل وأسرع الطرق الممكنة والمهاجم خاص يتوفر على حس هديفي عالي وكذلك يتقن تسديدات بشكل كبير وأهم حاجة يكون يتمركز بشكل جيد لكي يسهل التمرير لي على اللاعب الآخرين ويترجم مجهود الفارع إلى أهداف وهذا ما زال ما كان في المنتخب المغريب ولكننا لا نحترم الفلسفة الكوروية للواليد الرقراقي ونشجعوه ونشجعو المنتخب دينا وكنتمنى الواليد الرقراقي التوفيق في طاقتك اللي غادي به وإن شاء الله ما نقولوش رخصنا مهاجم صريح ونكونوا إحنا اللي غالطين والتذكرة السبق اللي هضرت على الحمد الله وقلت بليرا غادي يكون في اللائحة الأولية وكذلك قلت بلتولاتي اللي غايمشي المنضيال هوما يوسف النصيري رايان مايي وواليد شديرة هذه كتبقى أخبار كالدولة الصحف ولكن الحد الساعة تحاجة ما وضحاش كل شي ممكن الأيام الجاية تقدر تجيب الجاديد إذا نتشيلك هنا وصلنا النهاية دي الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وتفائل وخيرا تجيده